موسيقى نحمدك اللهم ونستغفرك ونستهديك ونستعين بك ونصلي ونسلم على حبيبك ونبيك وحبيبنا وشفيعنا يوم القيامة محمد بن عبد الله النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الإخوة والأحباب أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك المتجدد من سلسلة حلقات كلمة في آية أيها الأخوة الأحبة كما تعودنا في حلقات سابقة فإننا نختار آية من كتاب الله سبحانه وتعالى لنبين من خلالها كلمة قد تكون أشكلت في معناها على قارئي القرآن أما آيتنا في هذا اليوم فهي قوله سبحانه وتعالى في افتتاحية سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه وهذه هي الآية الثانية من سورة البقرة والكلمة التي نريد بيان معناها في هذه الحلقة في قوله سبحانه وتعالى ريب الآية المقصودة هي قوله ريب فما هو الريب؟ الريب هو اسم من الفعل رابة ورابة بمعنى تردده ومنه الفعل ارتابه ارتبت في أمري بمعنى أنني تحيرت وترددت فلم أستطع أن أقرر أو أنني على شك من هذا الأمر وبناء على هذا الأمر حينما يقول الله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه فإن في هذا المقال رد على من كانوا يشككون في كتاب الله سبحانه وتعالى أو فيه بيان لمن يجهلون كتاب الله سبحانه وتعالى فيه بيان لعظمة هذا الكتاب فالله سبحانه وتعالى أراد أن يقول إن هذا الكتاب المقصود به القرآن الكريم هو كتاب حق ونزل من عند الحق ونزل بالحق فإذا كان هذا الكتاب قد نزل من عند الحق وهو الله سبحانه وتعالى ونزل بالحق إذن هو كتاب لا شك فيه هو كتاب لا يمكن للإنسان أن يشك فيما حمله من أحكام ومن عبادات ومن مواعظة ومن أخبار ومن أنباء ومن قصص كل ما ورد في هذا الكتاب حق لا يدع مجال للشك يعني من قرأ القرآن فإنه يعلم علم اليقين أن أحدا لا يستطيع أن يشك في آية من آياته أو في حكم من أحكامه أو في أي شيء مما ورد في كتابه سبحانه وتعالى من أجل ذلك وصفه أنه لا ريب فيه أيها الإخوة الأحبة كل كلام ما عدا كتاب الله سبحانه وتعالى يمكن أن يدخله الشك ويمكن أن يدخله الخطأ لأنه يأبى كل شيء إلا أن يكون فيه خطأ أو زلل ما عدا كتاب الله سبحانه وتعالى فهو كما قلت هو الكتاب الحق لا ريب فيه لا شك فيه مطلقا وإنما كل ما ورد فيه هو صدق لأنه معجز يتحدى الناس كلهم بأن يجدوا فيه شيئا هو محل للشك أو محل للريبة فإن كل ما فيه هو أحكام قاطعة لا شك فيها ولا يمكن لأي إنسان صاحب عقل أن يتردد في صدقها الإخوة الأحبة إلى هنا تنتهي هذه الحلقة وإلى أن ألتقيكم في الحلقة القادمة أستودع الله دينكم وأماناتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر